أنا سأسخلت حادثة ساقها إلي أخ فاضل من تونس العاصمة من هنا والله على ما يقول شديد والعبدة عليه يقول أذن مؤذن الفجر كان البرد قارسا وشديد رفع الأذان وأذن صوته شجيد صوته أخذ وكان هذا الشاب سكرانا يترمح يترمح يمنة ويسرح صمع الأذان فما ترك الأذان شعرة في جسده إلا أوقفها أخذ السكران يتتبع الصوت أخذ السكران يتتبع الصوت إلى أن أوصلته قدماه إلى المسجد وقيمة الصلاة وقف الإمام ليتبر تكبير الأحراب سمعه الله أخذ المسجد ما الأمر ما الخط؟ قال له يا إمام سكران يقف بيننا الآن في الصفوف سكران يقف في الصفوف أخذ الإمام أخذ الإمام لنا بحراب وذهب ليعاي الأمر يا إبري يا إبري الله يرحمه ألديك برا روح اختسره إيش أصلي يا ألدي الله يصلح في حالك برا روح قالوا يا إبري يا إبري قالوا قدك طيب 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 نهاروه تفعوه حاولوا أن يخرجوه ما آتى كل ذلك أبري أدخله الإمام إلى خلوته اختزل السكران ارتدى قميصا أبيض وكل صوة ميضاء وأبطر بطيب شديد وخرج السكران ليقف في الصفوف كبر المؤذن كبر الإمام أقيمة الصلاح سجد الإمام للركع الأولى جلس الإمام للركع الثانية جلس جلسة التشهد سلم الإمام حركوا السكران فوجدوا قد مات ساجده قد مات ساجده إياكم أن تنهر العصار إياكم أن تنهر العصار